موسيقى سؤال بيقول اعتراض البعض على عدم توريس الخطير لم نعود في جزر آدم الساقط علشان نرس منه الخطير لكننا في الجزء الجديد للإنسانية مدلينة من مرجع شرف رسالة روميا للقديس كرولوس الكاملين لا هو القديس كرولوس قال انه آدم الاول مثل جزر الجزر ده فسد فاللي طلع منه فاسد يعني الجزر ده لما انفصل على الله فاصبح كل اللي طلع منه طلع منفصل على الله الطبيعة البشرية كلها اصبح الطبيعة فاسدة فنحن بنولد بهذه الطبيعة الفاسدة فيها ثلاث حاجات فيها خطير فيها موت وفيها فساد ثلاث حاجات فيها خطير ثلاث حاجات فيها خطير اي انسان بيقلد بهذا الامر طبعا الانسان كشخص كشخص يعني انفرق ما بين الطبيعة البشرية والانسان نفسه يعني مثلا فلان واحد اسمه مثلا جيرجس جيرجس ده متى بدأ بدأ في حين بقى حبل به في بطل امه قبل كده لم يكن موجودا لا كان موجودا نفسا ولا جسدا ما كانش ليه كيان موجود وإلا لو كان الانسان كان موجود من الاول ما هيبقى الانسان ده بقى يعني ازلي انما هو وجد كانسان كشخص اما كطبيعة بشرية فالطبيعة البشرية بدأت من ادم لان ادم هو الاساس لكن الطبيعة لا توجد بلا اشخاص يعني ما فيش طبيعة موجودة فالطبيعة التي فسدت في ادم وجدت في الاشخاص الذين ولدوا من ادم فاصبح كل الذين يولدون من ادم يردون ورسين هذه الطبيعة البشرية الفاسدة الخاطئة الميتة ولا نقصد بالخاطئة هي الانفصال عن الله وده اللي اتكلم عنه القديس بولس بوضوح في رسالة رومي اسحح سابعة انه انما اريد ان افعل حسن اجر الشر امابي فإلا انا افعله مشان اللي بفعله لكن الخطيئة الساكنة فيه يعني طبيعة الفاسدة دي يا لن خلاني غير قط زي واحد مشلول عايز يقوم عايز يتحرك لكن فيه حاجة منعان لازم تتعالي هنا بقى دور المسيح مسيح لما جه اخد طبيعة من السيدة العزراء وحدها به فإذا اصبحت طبيعته الانسانية اللي اخدها من العزراء متحدة بالله انه هو الله لذلك هو بلا خطيئة طبيعته ليس طبيعة فاسدة طبيعته ليس طبيعة خاطئة طبيعته ليس طبيعة حاشة ميتة انه جسد المحب لكنه بإرادته قبل ان توضع عليه خطيانا لشان كده هو صار خطيئة لاجلنا صار لعنة لاجلنا ولماذا فعله قبلها عشان خطر يخلص فإذا انخلص الطبيعة البشرية كده بنقول المقارنة ما بين ادم الاول وادم التاني فلو انا كنت موجود في انا كشخص موجود في ادم الاول ثم انا بقى موجود في ادم التاني لكن طبيعة البشرية اللي انا بقى بأخذها من المسيح في الولادة الجديدة بالمعمودية فانا لما بتعمد بأولد ولادة جديدة زي ما ونت من والدي بطبيعة فاسدة بأولد من الله بطبيعة نقية في المعمودية كده زينا قوله ده ليس مشيئة رجل وانه مدمن وانه مشيئة جسد ولكن من الله ولده نوند من الله بطبيعة جديدة عشان كده القديس جرونلوس قارن بين الاتنين ان فيه جزر جديد ادم التاني هو جزر جديد جزر نقل فاحنا بنتاخد من الجزر الفاسد ده وبنخش في الزيتونة الجديدة في الجزر النقل بننال نقاوه فهنا عاوزين نفرق ما بين احنا كافراد كل واحد فينا باسمه لم يبدأ الا حينما حبل به في بطن ام قبل هذا لم يكن موجودا كشخص لكن كان موجود كطبيعة بشرية ايضا في المسيح نقول مثلا اقامنا معه واجلسنا معه في الساموير مين احنا دي لطبيعتنا البشرية لكن مش انا لانا مكنش موجود لانا مكنش موجود وقت ادم مش موجود وقت المسيح مصول على الصليب لكن طبيعة البشرية اللي انا اخستها هي موجودة والطبيعة الجديدة التي اخستها من المسيح لما تعملت دامن